السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج مشوار نجم بيرجعلكم تاني يارب يارب نكون عند حسن ظنكم بإذن الله مشوار نجم بيحل يعني بيحاول نعرض مشاكلنا المشاكل نتشيئين مشاكل براعم مشاكل في الوسطى الرياضي بنحاول نجيب الناس اللي هي من الظهراء بنحاول نجيب الناس اللي هي مش قادرة توصل للناس اللي هي فوق بنحاول نحل مشاكل بنحاول نعرض مشكلة ممكن مبقاش عندنا حلول بس احنا بنعرض المشكلة للناس اللي فوق ممكن حد يسمعنا ففيه مشاكل دلوقتي بقت كبيرة جدا يعني احنا طلعنا من موضوع الكورونا بمساوق مش بحسنات يعني انا كنت متخيل بعد موضوع الكورونا والازمات اللي احنا فيها بتاعة الكورونا دي كلها والازمات اللي احنا هنبقى غير كده خالص هنبقى في المجال الرياضي ارحب من كده خالص هنبقى في المجال الرياضي بنخاف على بعض شوية عن كده يعني لا احنا رجعنا اسوأ اسوأ من الاول للأسف السبوبة كترت تحس اللي فيه ناس جعانة دخلت تحس اللي ناس دخلت على المجال الرياضي ببراشط ما عرفش ايه اللي حصل ما بقيتش فاهم ما بقيتش فاهم احنا 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 فين ما بقيتش فاهم احنا احنا شغالين ايه وده شيء صعب جدا لما انت تكون في مجال في مجالك ما انتش فاهم ايه اللي بيحصل فيه ما انتش فاهم مين اللي صح ومين اللي غلط هنقولك مين اللي صح ومين اللي غلط هنقولك ايه سبوبة الاختبارات اللي شغالة اليومين دول بكل ارتياحية وكلامنا طبيعي جدا وبنتكلم مع بعض بصفاء خالص يعني مفيش اي مشكلة خالص بمبيننا وبين اي حد ولا هنقولي اسماء ولا كلام ده خالص احنا هنا في البرنامج احنا بننصحوا ليه امر بننصح مدرب ممكن صغير ممكن ما يعرفش ممكن هيقع في غلطة بننصح لعيب ممكن يقع في غلطة الناس دلوقتي بيلفوا المحافظات داير ميدور كعب داير انا مسبقها كعب داير كعب داير والله العظيم انه بيصعب عليها وليه الامر اكسم بالله يعني وليه الامر ده بقى بقى سلعة بقى سلعة بيتلعب بيها من ناس اللي معنده ايش ضمير في المجال الرياضي الناس اللي هي مفيش حد عنده مفيش حد بيحب مينوته يعمل الكلام ده خالص اللي هو يلف في المحافظات يلف في المحافظات يلف في المحافظات يلف في المحافظات كلها واعمللي الاستمارة بخمسين جنيه بخمسين جنيه الاستمارة ما ينفعش ما ينفعش اعمل الاستمارة بخمسين جنيه لو انت نادي كبير انا بتكلم بقى الاندية ده انا هجل الاندية اللي هي اللي هي ما انا عرفهاش ايه ايه دي اصلا يعني يعني انت نادي كبير وليك كيمة وليك بريستيج وليك مدربين وليك احترامك وليك كيانك تروح المحافظات وتاخد من الاستمارة خمسين جنيه? هتقول لي حقي حقي لحقي المدربين وحقي اتعاب. لا انت كيان. انت ما ينفحش تروح تعملني اختبارات بفلوس. ما ينفحش? مش انت بتلف المحافظات عشان تجيب مواهب? مش انت بتلف المحافظات عشان للغلبان اللي مش قادر يجيلك? مش انت بتلف المحافظات عشان تجيب ولد من الغيط? ولد من ورشة? ولد مش قادر يجيب لبس كورة? ولد مش عارف بتروح له عشان? انت لو الولد ما عايش تمن الاستمارة الخمسين جنيه وانت كيان محترم ومدربينك جو الملعب يعرفوش اللي ممكن يحصل برا ومقافين واحد عالباب في اي محافزة من محافزات في اي ملعب مش هيدخل ولد معهش الخمسين جنيه ولا هيختبر وتحديك وهيقول له امشي هيقول له معايش الخمسين جنيه حق الاستمر هقول له امشي لانها بقى جام لام فلوس من الالف لليه بقى تلم فلوس واللي مشترك في مواضيع زيدي بقى تسبوبة ايوة سبوبة واللي هيعرضنا هنقول له انت سبوبة وهتطلع تلفلي فى المحافزات وتعملي بريستيش وتقول له تعمل كده وتعمل كده لا ايها سبوبة والليها فاهمينك وراء عارفين اللي هيها سبوبة بدليل انت بتلم المحافزات دي كلها كلها في الاخر في الاخر انت لفيت 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 وهنتصل بيك وهنتصل بيك تعال له هنتصل بيك هنتصل بيك وبتلمهمهم برضو تاني وبتكلفه وبترجع تختبره تانى في الندف الفلاني الجان Есть 20 مرة انما هي ايه اه سبوب ده انا بتكلم بقى الكينات على الاندية العريقة اللي المفروض تطلع المفروض تطلع مدربينها التاريخ اللي لعبوا منتخابات البريستيش بتاعهم اوتوبيس بيطلع من نادي محترمين بيخلص اختباراتهم بيمشوا لا احنا ما ننشيش يا عام احنا لسه في غدا ده لسه راجل يعملين الغد والتمام ده لسه هنتعز مناكل ونشرب لا عيب عيب يا مدربين مصر يا تاريخ عيب عيب لما تقعب بعد الاختبارات وتتغدى والكلام ده كله عند حد عيب لما تقعد تلم الغلة وتدلوه كده نسبة وانت نسبة وبتاع وكلام ده كله والحاجات دي كلها لا عيب عيب في حق النادي اللي انت منتمي ليه عيب لما شوفك بتاكله عند حد وقت تاكل عند حد بعد الاختبارات ده عيب في حق النادي انت تركب اوتوبيسك المكيف الجميل اه على حساب النادي وترجع وتعمل الاختبارات برضو من غير مجانة اعمل الاختبارات عندك في النادي عام من ميت جنيه. مش بخمسين. بميت جنيه في النادي عندك. بميت جنيه. مش بمنحك. انما لما تطلع على المحافظات. لا اعملها لبالاش. اعملها لبالاش. اعملها لبالاش. ده فيه ولد بيبقى جاي ملغط عايز ينزل نفسه ينزل الاختباراته معهش الخمسين جنيه. انت عارف خمسين جنيه يعني ايه الاول? انت عارف خمسين جنيه? انت مش هتحس بها لانك انت راجل معاك. ممكن يكون معاك فلوس. مش هتحس بقيمة الخمسين جنيه اللي انت رايح تعمل عليك التبارات. الخمسين جنيه دي ممكن تكون اجرة عامل عامل. في يوم. الخمسين جنيه دي ممكن تكون اجرة عامل في يوم. شقيان عمل يفحط في الارض وبيفحط في الشارع. تخيل انت بتعمل ايه? لو انت حسبتها. لو انت حسبتها. مش هتعمل كده. انت عارف اجرة يعني خمسين جنيه ده فيه واحد شغال بثلاثين جنيه في اليوم. في يوم كامل في الشمس دي. بتلاتين جنيه وخمسين جنيه. جاي انت تعمل الاختبارات بخمسين جنيه. وطلع لي هو برضو العيب مش عبصة هو العيب برضو مش عليكم. الاختبارات ما بقتش اختبارات. الاختبارات بقى بتاع الاكاديمية بيعاب الاوتوبيس وبيركب الاوتوبيس هي بقت مشكلة بقى. ويالله هنطلع الاختبارات النهاردة في 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 محافظة كزا. ويطلع. وبتاع الاكاديمية واخد تسعين في المية من اللاعيب تسعين في المية ايه تسع وتسعين في اللاعيب من اللاعيبة عارف اللي هم ما بيش يتاخده. وعارف اللي تسع وتسعين من اللاعيبة ممكن اخليهم يتاخدوا في الاختبار ده مجاملة يعني. ونعزبهم بقى وروحوا مصر ورجعونا تاني وهي ايه وانا عملت السوقت اللاعيبة ونجحوا في الاختبارات بسم الله ما شاء الله ده اخدوا من عندي خمستاشر لعيب ولا عشرين لعيب من الاكاديمية في الاختبارات يا رجل يا فاشل يا رجل يا فاشل خلي عندك ضمير يا بتاع الاكاديمية ما تبقاش ابنك هو السبوبة للكيان اللي هم جايين يعملوه ده والسبوبة اللي جاي تتعمل ده عيب عيب كبير جدا انا بقينا ليه كده بقينا ما بنخافش على بعض ليه طيب يعني ببقناش نخاف على بعض ليه بقى المجال مش محترم ليه المجال بقى كده بقى كل اختبارات يعني بقى كل اختبارات المجال بقى كل اختبارات وده بيختبر ده غير بقى موضوع بقى الشركات اللي هي بتعمل اختبارات هنا والشركات بقى اللي ملاش لازمة طبعا اللي هي يعني مش هقولك بقى نصب بقى لا ده احنا عدنا موضوع النصب بقى للأسف 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 يا جماعة احنا بقنا وحشين جدا على بعض في المجال ده بقى مجال سيء بطريقة بشعة بقى مجال سيء كاكاديميات يعني كأندية كاختبارات هيصى هيصى ملاش أي خيمة عندنا غير غير اللي نقول ربنا بقى يعافينا بقى من المواضيع دي والله يعني لوحد خلاص يعني تعب معايا مدخلة من كابتن هشام حسان طلب اللي هو يخش مدخلة معايا فمعايا كابتن هشام حسان زي كابتن هشام حبيبي يا كابتن جمال أخي وحبيبي ومورة الدنيا كلها دايماً يا رب العالمين حبيبي يا كابتن شام كنت طالب تعمل مداخلة يا كابتن شام معايا وأصررت أنت تخدش مداخلة معايا تحت أمر كابتن شام إحنا تكلمنا كتير في موضوع الاختبارات الوهمية اللي تتعامل من الأندية وبيعذبوا الأهالي وبيكلفوهم وبيستغلوهم مادياً بدون أدنى نتيجة يعني ما بيأخدوش لعيبة أولاً ما بيبصوش على لعيبة المدربين بيطب قاعدة بتشهر حاجاتها وتكلم في التليفونات وقال عنها على اللعيبة وبيتاخد الولد اللي هم عايزين يأخدوه بالتليفون يعني التليفون بييجي للمدرب يقول له فلان عندك مش عارك بيأخدوه يلا بعد يا كابتن شام يعني بعد ما بيأخدوه بالتليفون إيه اللي بيحصل يا كابتن شام بيروح برضو ما هي هي كلها تحت مشمى السبوبة برضو يا كابتن جمال لو دفع عيناك بيمضي ما هم دلوقتي بقى تشغلة بالدفع بالفلوس يعني هي بقى بالفلوس دلوقتي ادفع تمضي ادفع تترجل ما 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 عادتش قرى للمغوبين ما عادتش قرى للحريفة حضرت اختباراتك هتنشام قبل كده في الفترة اللي فاتت ديات شفت اختبارات بعينك من اللي حصلت أنا شفت بعيني أنا تابعت بعيني بس ما ما شاركتش باللعيبة اللي عندي لأن اللعيب اللي عندي انا عارف اللي فيها ايы بIZ weird اللعيب بتاعي لعيب كويس اللعيب كويس اعدخله في المغزلة دي ليه يعني انا وبعدين حتة خمسين جنيه ومية جنيه انت دلوقتي بتعمل اختبارات عايز لعبه يعني انت اللي عايز اللي عايز ده هو اللي بيدفع المقابل مش هو اللي بياخذ المقابل بIZZOP يعني انت بتعمل اختبار عشان محتاج لعيب كويس يبقى اقول اللعيب دوت يجي اللي كويس يا كابتن جمال احنا كنا زمان بنعمل بنجيب عندية تعمل اختبارات وحضرتك شاهد على الكلام دوت وكانت بتيجي مجانا وكل مدرب محترم بيجيب عشر لعيب اللي عنده كويسين اوي والناس بتيجي تشوفهم وبيختاروا من مية وخمسين لعيب بيطلعوا لهم بعشرين تلاتين لعيب دلوقت بيخش خمس تلاف لعيب اللي اختبارات ما بيطلعش خمس ست لعيبة بحقيقة وتعالى بقى حضرتك فيه موضوع تاني اللي لازم نتكلم فيه ظاهرة غريبة حتة ايه ان النادي الفلاني يقولك فرع للنادي الفلاني بالقاهرة فرع للنادي العلاني بالقاهرة يعني في نادي يكون مقره مثلا اسماعليا نفجأ ان في نادي تقولك ايه ولا ما فرع في القاهرة فرع او في مثلا اسكندرية يقولك في القاهرة لا لا ما فيش الكلام ده طبعا لا ما فيش الكلام ده طبعا لا ما فيش الكلام لا طبعا انا اللي اعرفوا ان فيه فرع في القاهرة يعني الفرع ده يعني ايه يا كابتن جيل اوصق لخط الشباب والرياضة ولو مباني معلومة ولو ملاعب معلومة ومسجل بالتحب الكورة والمنطقة هو الفرع بالظبط وكل نادي بيلعب في منطقته مفروض يعني وكل نادي بيلعب في منطقته يعني اسموحة لدي ملعب في اسكندرية المقصة في الفيوم ده معروف يعني بالظبط اسماعيلية في اسماعيلية بالظبط ما نقولش بقى الفناني في القاهرة العلاني في القاهرة ده كله بيعملوا عملية رأي الناس عشان يدفعوا دم ألبهم هي في الأول وآخر بيجب أكاديميات مؤجرين ملعب ماشي وبيجمع لولادو ما تقول أكاديمية هو انت مش ان انت تقول أكاديمية تانع النادي الفناني لا لا ما شايد وإحنا بنعد لعيبة وإحنا بنزل لعيبة ما فاكا ما تقولش وقر على ولي الأمر عشان يجيبوا لا أصح بالظبط يعني إحنا كده بقت العملية إيه تفتيش للناس عالمين ده حاير اللي هم بيطلعوا الفلوس من ديوب الناس بيتظاهرة كافتنشاب السنة دي السنة دي بيتظاهرة رهيبة يعني ده في نادي بينزل بلد يعني أربع خمس أنداية بنزلوا نفس البلد طب بيجيبوا هتطلع هتطلع مين هيبوترول يعني مش عارف يا ابن جمال في أنداية معينة نادي مثلا واحد معين لف المراكز والعذب بتاعت الشرقية أيوه عشان إيه عشان خطر الخمتين جنيه مش عشان خطر أنه هو يلعب القرى كاتنشام حضرك من الشرقية حضرك من الشرقية عجبك مستوى لا طبعا لسه هنيجي في الموضوع ده موضوع كبير جدا طبعا لسه طبعا عجبك عجبك مستوى للعيبة لا 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 كارثة في البطولة الأيبة كارثة كارثة دي الوقت انتكلمه وده اللي بيسمى مش عايز اللعيبك ويقص عندك لا انا عايز أكبر عدد من اللي عندك يا كتب يقول لنا عايز أكبر عدد وهاتف محابك وقتل الجرينة أيوه عشان السبوبة تكمل يا كاتنشام عشان موضوع جايب بحقه يعني للأسف يعني أنا مش جايب يشوف اللعيبة للأسف ما تقوليش بقى فرق في مكان لا ده كلام فاضي ده كلام فاضي والناس فاهمة الكلام ده والناس بتوعي أكبر اهمين الكلام ده وكاتنشام ياسطي الكلام ده بيتحاكوا عليها على الفناس اللي هي مش في المجال أو بره المجال او الفلاح كادي انا بشكرك وبشكرك احنا بنتهاجم ان احنا بنقول للكلام ده بس مش مشكلة ان احنا بنوعه عالناس وابنتهاجم موش مشاكل ماث ربنا كاب علي ش encaps موش ب Lt، حريب احنا بنقوله الصاح ب storyline في كويلة بالظبط هم يهجمونا عشان بنقوله الصاح ماش مشكلة بس انا بنقول الصح نعنينها كتنشاة من عمرنا ما جبنا اسماء حد او قلنا اسمه معين بعينه لا انا بننسى اللي على الناس حتى تتعليها بالضبط حبيبة كتنشاة اللي على الناس حتى تتعليها كتنشاة يبقى الناس عيد المداخلة دي وطبعا الناس المحترمة معروفة الناس اللي هي عندها مبادئ وعندها قيم معروفة اكيدك كتنشاة وانا باشكر الناس اللي بتشكر فينا وباشكر الناس اللي بتجم بشان تتبوهما بعضه يعني هم لهم حق ما بنقوله حقيقي التبوهما بتقل هم لازم يهاجمونك نورتنا يا كابتنشام ونورت الدنيا حبيبي وان شاء الله ليك حلقة معايا هنا بإذن الله قريب بإذن الله يعني اتنورني ان شاء الله بإذن الله حبيب يا كابتنشام حبيبي واحبويا انا محترمة وشغل عالي ومحترم وانطنط وانطنط حبيبي الحبيبي وان مهنا بتهي اه للام كلها إن ربنا يدوه إن ربنا يدوه ويراجوا على الاشطره ويراجوا الطريق اللي هو مامه اللهم امين يا حبيبي نورتنا يا كابتنشام نورتنا يا حبيبي نورتنا حبيب يا كابتنشام كان معنا كابتنشام حرسان من الناس المحترمة طبعا أسر اللي هو يبقى معاناا في المداخلة ديات فعربينا يا صور عليه جميعاً في الفترة اللي جاية والله معنا فاصل كده وفيديو فيديو المعسكر ميلونو مصر الناس اللي فوق الناس اللي فوق المسئولين علينا الناس اللي فوق اللي بيبصوا علينا من البلكونة الناس اللي فوق اللي سايبيننا اللي سايبيننا وبتفرجوا علينا بيبصوا علينا من البلكونة وحنا عمليننا خبط في بعض تحت الناس اللي فوق اللي مهتمية باللي فوق بس ونسيين القاعدة اللي هي تحت اللي فيها الضرب والشقلبة اللي احنا فيها تحت دي يا جماعة الناس اللي فوق بصوا علينا شوية بس شوفوا ايه اللي بيحصل تحت شوفوا بيتعامل مع اولياء الامور ايه تحت شوفوا بيتنصب على اللاعيبة ازاي من تحت فين يا جماعة فين منتخب الشباب اساسيات الكورة اساسيات الكورة مش موجودة مدرب البراعي ما معدش موجود مدرب البراعي ما معدش موجود المدرب اللي بيعلم معدش موجود المدرب الصناعي ما معدش موجود لا المدرب دلوقتي بيروح قاعد على ترابيزة يتصور قاعد على ترابيزة بيشرب شاي هتقول لي بيعمل انجازات وبطولات واخد بطولة كذا اسيبك من الكلام ده بيأكلش عيش ريال مدريد تحت تمنتاشر سنة انا ما سمحتش اللي هو اخب بطولة يعني يعني ما اتحفرتش في التاريخ ان فرقة تمنتاشر سنة في ريال مدريد احنا عرفنا اللي هي اخدت بطولة لا مفيش الكلام ده. اعمل لي لعيب كورو. اعمل لي لعيب كورو. بكيانك. ما طبيع اللي انت هتاخد بطولة هو طبيع اللي بيجي لك احسن لعيبها في مصر. مين بيشتغل البلد? هو لو انتو شغاليين للبلد? لو انتو شغاليين للبلد. هتنظموا الدنيا اللي تحت دي? مش كل واحد يروح لا اختبارات في حتة. مش كل الكلام ده. انت بتتحكوا عل مين يا جماعة بتحكوا على مين? بتحكوا على مين? بتحكوا على مين وبتلمعوا مين على مين? بتلمعه مين على مين ده انت عارف اللي انت اللي جايبه ده اصلا يعني مفيش ملعبش كرة ولا يعرف حاجة في الكرة وجايبه بعياله حواليك في الاستوديو وشغال بيهم وخلاص بتلمع مين على مين حرام 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 الناس المحترمة الرابط يحصل الانقراض لله والله العظيم كده مش هينفع يا جماعة احنا لازم لازم نتكتب شوية ربنا المعين ان شاء الله باذن اتمنى من ربنا ان موضوع اللي الكابتن الشام قال عليه عليه موضوع الاختبارات اللي بتعامل باسماء اللي هي اللهم صلى الله على النبي اللي هي الفروع اللي بتعامل في الكاهرة وواحد واحد مثلا واخد الاسماعيلي في الكاهرة واحد مش عارف فيش الكلام ده طبعا في الكورة خلينا واضحين مع بعض ما فيش الكلام ده ما فيش الكلام ده خلص في الكورة اللي مثلا فرع كزا وهو في اسكندرية ما فيش فرع كزا في اسكندرية دي اسماء يا جماعة مصنوعة وبيخش دور هنا فرق تانية لو او حاب يخش دور بيخش فرق بيشتري فرق تانية الحاجات يعني واضحة يعني اللي الناس كلها اللي في المجال يعني تبقى واضحة يعني فالكابت طبعا الكابت نشام كان ليه حق في كل كلمة يعني بيقولها الكلام واضح وصريحة فطبعا احنا والله عزين مش عزين حاجة غير المصلحة يعني انا عزين مصلحة المهنة ونشوف لعيبة كورة كويسة ما بقناش عارفين نود لعيبة فقدية ليه حاجات من تحت الترابيزة حاجات من تحت الترابيزة بتتعامل بتاغمة بيبقى لما احنا باللعب مصر كلها وابنشوف اللعيبة اللي قدامني وبنشوف اللعب الالف وبه وجيم دايما جيم دي تبقى مثلا بتبقى كلها من تحت الترابيزة كلها واضحة المجال بقى مفتوح لأي حد واي حد يبتواصل مع اي حد وعند من الاسماء وعند من الفيديوهات وعند كوارس اكسهم بالله بس الواحد عمره ما بيجيب اسماء والواحد بيتفرج او عمال بتفرج هو بيطلع ب遊서ً بيتطسح ولايه امر يقول له يا عم ماتروحش اغتبارات زي دي ما سنفهش تروح تدفع خمسين جنيه وتقعد تختبر ايه اللعاب اللي هتشوف في عشر ده ازاي تاخد ملعب ساحتين وتشوف misl 10 كلاف ع Standing ازاي تاخد ملعب ساحتين وفي اختبارات مثلا بتأجر ملعب يعني في ساحتين وتشوف مثلا خمس تلاف ولا حاجة هتشوفهم ازاي هتشوفهم ازاي فكده الوضع بقى واحش جدا يعني مع بعض ده غير بقى الموضوع اللي طال لنا جدير يعني جديد بقى الناس اللي دخلوا علينا بقى ايه بالشركات والاختبارات المجانية ما فيش حاجة بحدش هيدم لك حاجة مجانا هو هيقول لك تعالى مجانا وكل حاجة تعمل من حد ما يلقفك على طول خد بالك يعني الحد ما يمسكك ويبدأ بقى ايه خربك فيك بقى يطلع المصلحة كلها يعني فيش حد هيعمل كده خارج كل المجال بقى فيه لف ودوران وبيلفوا على اللعيب بقيت انت السبوبة او السلعة اللي هتلعب عليك فيها والموضوع الجديد بقى يعني رئيس قطاع نادي انا معرفوش نادي ايه اول مرة اسمع مشرف قطاع نادي يا عم انت بتحكوا على مشرف قطاع ايه ورئيس نادي ايه يا عم يا عم ده تعم قبل ما تبقى انت رئيس مشرف على قطاع الناشئين مثلا شوف مين اللي شار الفرق دي بصوله وبصين نفسك انت مشرف على قطاع ناشئين لم ملوش معالم مشرف على قطاع ناشئين سبوبة فما تكتبش ما تكتبوش كده ما تكتبوش عاش راحب بيتحك اسماء رهيبة رنانة مشرف قطاع مشرف براعم كلام خلاص الحمد لله بقى كلام جميل جدا مش عايز اقوله انتو دمرتوا الناس اللي هنقولك ايه انتو اللي شغالين انتو اللي شغالين وبتعرفوا وشطار قوي انك انتو بتجيبوا السبوبة بتاعكو ازاي شطار لا شطرين شطرين وفعلا بتعرفوا توصلوا الناس اللي هيا بتعرف تخلاصلكوا الحاجات دي شطرين فمجالك مجالك كورة بقى فيه تلاعب كتير انت ما تعرفوش كوليه امر انت عيني ساحب ابنك ولبس الجلبية يا عيني وجاي ربنا يا عز ترع عليك وركب مواصلات وجاي ورايح نادي ويا عيني وابنك ممكن يكون لعيب كويس ما تعرفش بقى ايه اللي بيحصل ما تعرفش ايه اللي بيحصل بقى من تحت الترابيزة فيه الكورة بقى فيها بقى فيها مخارج ومداخل لحد ما نوصل للسفر يعني انت هتلعب وهتلعب بفلوسك العب يا باشا وانبسط انت انت بالصعبان علي عايزك تلعب بفلوسك للصبح مفيش مشكلة لحد ما يبقى سينك تلاتين سنة طبعا ده بيبسلش بس انت بتدمر ناس كتير بتدمر ناس كتير ولا انت هتوصل بفلوسك لانك الاساسيات بايزة ومش هتلعب كورة اصلا ما هي حالة انسانية دلوقتي كابتن خليفة بلال كابتن بني سويف يعني يا ريت كابتن خليفة يشرح لنا ايه الموقف في الظبط حالة انسانية تعرف السيدة المشاهدين ايه الحالة باالزبط دلوقتي يخلتنوا محتاج ايه بالزبط ماشي يا بيد تفضل ياamar انا معي يا حبيبة عن ال هوى دلوقتي انا معك يا حبيبة ايه الحالة دلوقتي فى المستشفى دلوقتي اي و اي حالتك دلوقتي اي حالتك دلوقتي انت محتاج ايه دلوقتي الحالة عندك ايه ايه اللى انت حاسس بيدلوقتي ايه اللى حصلك اللي حصل لي انه اللي حصل لي انه اللي حصل لي ايوه ماشي انا معاك يا حبيبي تفضل قول اللي حصل لي ان انا جاي يعني جاي ايه مرض في رجلي اه فجي مرض في رجلي اه فطبعا اضطروا تقولوا لي مش مش في رجلي الشمال مش ترجلك الشمال مش ترجلك بس مش ترجلك طبعا طبعا لحد سائل ولا لحد عامل اه ايوه حبيب يعني انا رجل عالمعاك ايوه والطالبه بس ان الناس الرياضين دول يبصوا بس يعني للناس الرياضينة يا بي انا 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 لعيف جديد يعني من سنة اربعة وشتين كنت تلعب في بنسويب تلعب في بنسويب تلعب في بنسويب من اربعة وشتين لخمسة وسبعين بسم الله ماشاء الله ايو كب فطبعا انا حصلت الظروف دي ومش لجي hasn دي جت معاها انت حضرتك في المستشفى ايه احاق كatkين الخليفة ا في مستشفى ايه انا انت حضرتك في المستشفى للك following heaven مستشفى ايه انا switcheritewithgula حضرتك في المستشفى دلوقتي في المستشفى ولا في البيت انا اللي طالبه دلوقتي انا انا عاو السجهاز لرجلي جهاز لرجلك؟ رجلك الشمالي ولا ليمين? الشمالي والليمين يا الخليفة؟ الشمال يا بيه طب ما فيش حد من بانسويف توصل معك من النادي بانسويف او اي حد والمحافظة البانسويف اللي انت constitute اليها او ما فيش حد تواصل معك؟ ما فيش حد سأل يا بيه I'm gonna turn 준 الخالص فيش حد سأل عندك؟ ما فيش حد سأل ونسألهش في حد النهائي بتقول كم سنة لعبت في فانسويف يا كم سنة كم سنة لعبت في فانسويف عشر سنين في فانسويف ما لعبت كم سنة في فانسويف انا ما تكلمت في فانسويف كتير من حد السهل لا انت لعبت كم سنة في هنا دي فانسويف لعبت كم سنة من 64 ل 75 يا بي من 64 ل 75 9 سنين وانا لقيت نظام المجموعتين نظام المجموعتين زمان تمام بان نلقال على قراص مجموعة والزمالك على قراص مجموعة وشوفت اديال بقى مع عمر ما شوفتان ايو ادي الهدف من العملاء كله لان انا انا محتاج جهاز دلوقتي طبعا ممكن ممكن مصطفى ان نحط رقم كابتل خليفة على الشاشة نعم طيب الاعداد هيتوصل معك يا كابتل خليفة ونرجح تاني ان شاء الله كان معنا كابتل خليفة بلال دلوقتي من مكالمة تيلفون المستشفى بنحاول نتواصل يعني لو في حد حالات زي ده جماعة يبقى يتواصل معنا ما فيش اي مشكلة خالص ونحاول نعمل اللي ربنا يقدرنا عليه فإن شاء الله اللي عايزة جماعة يتواصل مع كابتن خليفة ممكن ناخد رقمه من عندنا إن شاء الله وإحنا كمان هنتواصل معنا من الإعداد أد الكور أدى الناس اللي عملها تجري يمين وشمال وتروح وتيجي كابتن خليفة عنده تمانين سنة لها فترة طويلة في نادي بن سويف ما فيش حد بيسأل عنه يعني أنا مش هقول لك حاجة شيني إن كان عندنا كورونا وعندنا حاجات مساوي كتير حصلت ومحضش الطعص وما فيش باية كنا متخيلين بعد رجعتنا من الكورونا دي كنا ملايكة كنا ملايكة أيام الكورونا كنا ملايكة كلنا بالرفرة بفوق بعض كنا ملايكة وحشين بعض قوي كنا وحشين كنا نشوف بعض بقى كنا وحشين بعض دلوقتي بسم الله ما شاء الله كل واحد بياخد واحد بالحضن بياخد منه خمسين جنيه في الاختبارات بتشوفوا تاخد منه خمسين جنيه يا جماعة الخير الشركات اللي طلع الجديدة وطلع تعمل اختبارات وطبعا ما تنساش الترنجات الحلوة ولا انتم تلبسوها جميلة ديت وبتطلعوا طبعا بتشوفوا اللي عيبة دي مش اختبارات دي راجل بتاع الاكاديمية هو اللي بيجيب لك الناس وانت بتشوف الناس وبطلع المصلحة للكل هي دي المشكلة بقت سبوبة وبقت سبوبة يعني بشكل غير طبيعي يعني بقت سبوبة بشكل غير طبيعي وانا قلت لك الناس اللي فوق اللي مسئولين عالكرة القدم سايبين الناس اللي فوق سايبين احنا مفيش مشكلة بالنسبة لهم خالص احنا في وادي وهم في وادي تاني خالص فأي منطقة أي منطقة فيها أكاديمات دلوقتي ما تعرفش مين اللي عامل ومين اللي هنا ومين اللي هنا ومين اللي هنا ومين اللي هنا ما تعرفش يعني انت لو طلعت برا للسو دلوقتي وطلعت برا المدينة مثلا هلاقي واحد أعمل أكاديمية ولامي معيه وبيلعب وبيمر هل هو تعرفه هل هو تعرفه هل هو مؤهل هل هو هل هو هل 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 هو يصلح ويشتغل مع براعم هل هو يصلح ويشتغل مع ناشئين هل هو يصلح يعلم الاكاديمية دي مرحلة تعليمية مهمة جدا دلوقت ولا انا مفروض اللي انا جيب شغلي من عن نت ونطة الايال وشغالهم وخلاص ده شغلي من عن نت وخلاص واستنى السبوبة بتاعت اللي اختبرت عشان يطلع علي منا مصلح مصلحة اوتوبيس وهو انت اصلا لمدرب محترم لمدرب محترم واكاديمي محترم مش هتعب اوتوبيسك وتطلع لو انت مدرب محترم انا مجيبش اسماء حد ولا هنجيب اسماء حد لو انت مدرب اكاديمي محترم انا بكلم بتوع الاكاديميات لو انت مدرب اكاديمي محترم مش هتركب الناس الاتوبيس واتطلعهم محافظة تانية ويرح يختبرو وتلم واتجيب لهم مئة استمارة واتطلع العيار رغم اللي انت عارف ومتأكد لانك انت اللي بنتمرانهم اكيد يعني واعارف اللي متأكد لهم ما فيش حد هيصلح فيه انما هي المصلحة انما هي المصلحة بتاعكم وانا ما ينفعش ما ينفعش يبقى كل حاجة كده الرجل ناس تابت الناس تعبانا يا جماعة والله العظيم الناس تعبانا ارحموها الناس تعبانا ارحموها نبس ونرجع ونشوف مدربين للاندية بيعملوا فينا ايه رجعنالكم ثاني في مشوار نجمل هنقولكم بقى المدربين بتقول الاندية بيعملوا فينا ايه الفترة اللي فات ديها تل الأربع سنين اللي فات دول بقى لنا فترة طويلة جدا في الموضوع دي مدرب الان دي بقى بيدور على اللعيب المسنن بيدور عليه بقى تحاجة غريبة وحالة غريبة طبعا عايز يكسب بطولة كويسة وعايز يعمل اسم نفسه مش مهم بقى ده يكمل ما يكملش مش مشكلة مش مشكلة اللعيب المهوب موجود ولا مش موجود بقى تحاجة صعبة جدا بقى بيدور على اللعيب المسنن مش بكلمك على نادي معينة او لا ده بقى اساسيات في مصر بقى تحاجة اساسيات في مصر اللي انا بيدور على اللعيب ضريب له ثلاث سنين والأربع سنين عشان يكسبني بقى تحاجة اساسية على حساب مين على حساب اللعيب موجود جدا جدا مفروض المهمة بتاعت ربنا اللي هتكمل اللي انت هتشتغل عليها بارتياحية بشغل كورة بشغلك هتكمل مفروض دي موجودة لا تكمل ازاي معايا واحد عملاق هيكسبني فالراجل ده بيلعب بيدمر له اتنين بقى موهوبين بقى تحت مش مشكلة بقى يا عم مش مشكلة هسانة وخلاص وسانة بتجيب سانة والناس بيقود دايرة شغالة على كده لحد بنلاقي الوضع المنتخبات في الناشئين بالوضعية دي بالوضعية دي بالكوارث دي بالفضايح دي منتخب 2006 والمنتخب الشباب بالوضعية اللي انت شايفة دي هي دي اللاعيبة الكوالة بتاع المنظوم تخيل لما يطلعلك فوق ال14 لعيب مسنن كارثة كلام دا بيحصل في مصر الام المواهب كارثة احنا في كارثة واللعيبة دي تيجي وتكمل كمان في الاندية بتاعتها وها معروفة اللي هي كده دا كارثة تانية كارثة تانية بقى هو دا الموجود بقى المئة مليون هم بقى هما دول المئة مليون بقى هي دي بقت هي دي مصر في اللاعيبة دي اللاعيبة دي اللي موجودة في مصر الكوالاتي دا اللي موجود في مصر لا اللاعيبة دي اللي انت بتلف من الاقتباراته بتجيبها لا اللاعيبة دي اللي دفعت الخمسين والمئة جنيه عشان تيجي يعني اختشفها طبعا لا اكيد لا اللاعبة دي اللي دافعت اللاعبة دي اللي توسطولها اللاعبة دي اللي تزاقت اللاعبة دي أوعيدك اللي مش هو تصعى الدرجة قوله شوف شوف نأبيقول لك esos سيبك من اللي بيحصل في المنتخبات ده ابني بيلعب في المنتخب مصر لا سيبك من الكلام ده سيبك من الكلام ده اسأل اللي قابلك ثلاث تربع للعب ومنتخابات ناشئين ماكملوش في الكور اسأل والمدربين عارفين كده كويس مش مكياسة واجيبلك النجوم دلوقتي النجوم دلوقتي ملعبوش منتخابات ولا لعب وقندية كبير هو جيم الأقلي الفلوس بتقف عند حتة معينة وتقفل مش هتلعب بيها خلاص بقا هي دي اللي عيبة اللي موجودة في مصر يا جماعة اللي احنا بنلف عليها عندنا قل الضمير يعني بقا عندنا قل الضمير كبيرة جدا 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 في المجال خلاص قل الضمير وانت فقدت يعني فقدت شيء مهم جدا رونقك كمدرب يعني انت كنت زمان كمدرب مثلا احنا كنا اخد بالك احنا متخدين من اختبرات لما لقدنا كنا كنا متخدين من اختبرات بس زمان زمان اللي كانت بيختبرنا العين العين اللي كانت بتشوف العين اللي كانت كلها تواضع العين اللي كانت كلها ضمير العين اللي كانت شغل الكيان العين اللي كانت بتشوف اللعيب الموهوب ده كلمك على الزمان لما كانوا بيختبرونا عمرو ما يسيبك عمرو ولا يجي حد بواسطة عليك عمرو كان فيه العين دي انما دلوقتي لا عين ايه بقى ده انا حتى لو عيني حلوة اوه فيها انا بص يعني ايه يا عم ما فيش الكلام ده انت فقدر رونكك كمدرد خلاص ليه قربت منك بتقلش سبوبة جدا قربت منك رونكك راح مهما تأمل بقى ان كان حد بيخش بيطبل لك شوية حد بيعملك اكتب لك شوية حد انت فقدت تماما تماما رونكك واللي انت فقدت ده النادي برضو بفقده اسم النادي وكيان النادي بيقل معاك بيقل كتير جدا وفيه ناس دلوقتي كلها ضمير بس بيقيت قليلة بيقيت قليلة جدا قليلة ببص يبقى عندها اصرار وعزيمة ان ده موهبة فيه دلوقتي واحد في المية عنده ضمير وعينه كويسة وتلاقي ده واحد جاء الجنبه في الملاجنة يا عمي مش عارف ايه يا عمي مش عارف ايه يا وعد لحد ما لقينا الوضع في المنتخبات كده يا عمي بلاش المنتخبات بلاش المنتخبات هكلمك على الدور الممتاز نفسه الدور الممتاز تخيل لما قابش هيعمل سروه مثلا كده ما بننسهوش كل الناس بقيت تجري في الملعب كله بيجري كله بيجري طعم الفكهة اللي في الملعب راح اللعيم الحريف راح الموهبة راحت ليه الموهبة راحت ملعين ملعين اللي ما عندهاش ضمير العين اللي ماشي تلف المحافظات عشان سببوه بقى وعشان وانا جاي من نادي الفولاني واللي يعملوه الفيديوهات واللي يعملوه احنا راحين محافظة كزا وبعدهم نادي تاني احنا راحين نفس المحافظة والنادي اللي بعدين نفس المحافظة والنادي اللي بعدين نفس المحافظة وكله بيقلب عيشه من قلب جيوب الناس الغلابة وفي الآخر فانكوش في الآخر فانكوش ما أنا قلتلك قلتلك ممكن تلاقي واحد شغال بالخمسين جنيه دي طوله النهار في الشارع طوله النهار الخمسين جنيه اللي هتحطها على خمسين جنيه على خمسين جنيه ويتقسب مع الرجل اللي هو جايبك ونسبة وتناسب وبتاعه وتقعد بالليل وتقعد وهاتلى عدد وهاتلى انا عايز عدد كبير احنا مش لو مش هينفع يا غدر ده لا كان لعيب واحد زمان لعيب واحد كانوا بروحولوا بحافظة تانية لعيب واحد عشان يبصوا عليه هو لازم يجيب لك واد بكرشي واد ما بيشوفش واد ماشي بظهره معانا واحد من الجمهور طالب مدخلقة استاذ صلاح استاذ صلاح معايا قالوا السلام عليكم استاذ صلاح ايوا السلام عليكم ازيك استاذ صلاح ايوا سندق مع حضرتك حضرتك وليه امر اهلا بيك افضل يا استاذ صلاح تستطرط المدخلقة معايا سلام عليكم فقدنا الاتصال فانا محتاج بس منك ايه يعني انا مش ممنع انت تروح تلف المحافظات يعني تروح لف المحافظات روح ده جميل جدا ده شيء رائع ده فيه ناس قاعدة في البيوت والله روح لف المحافظات واشتغل وهات لعيبة من هنا وهات لعيبة من هنا بس شوف كويس خد وقتك كويس فيه لعيب جثمانيا كده ما ينزلش اساسا هينزل ليه يعمل ايه هي خمسين جليد حطته خلاص هنيجي الروح بقى للنادي يعني بسم الله ما شاء الله الاندي هتفتح يا جماعة الاندي هتشتغل دلوقتي وهتفتح والدنيا هتبقى والدنيا ماشي الحمد لله هيجمعوا الناس دي كلها تنادي ويختبروا من اول وجديد اختبار واحد اختبار تاني اختبار تاني الواحد ما بقى اللي بقى مكتوب في الاستبارة اوما تلت اختبارات ولا عشرة اختبارات فاحنا بنمشي اختبار الاولين يبني نجح التاني يبني نجح التالت يبني نجح الرابع يبني نجح وهات وقشتغل ومش عارف كلام ده كله وهو في الاخر بقى محتاج لعيبة واحد في مركز معين صعب بيبقى فيه صعب في دخولك يعني صعوبة رهيبة مش شيلاخ لخي ابن العضو اللي هو تأيد ما انا اعرف لعيبة اعضاء والأعضاء متأيدين متأيدين كده بالحب يعني وفاندها كبيرة وممكن ما اعرفش يبصي والله العظيم فيه فيه ناس فيه ناس اكيد لسه عنده ضمير وفيه مدربين كبار جدا لو استعنى بيهم هنطلع جيل محترم يمكن احنا مش هنرحل نشوف الجيل المحترم ده لان الوضع اللي بقى ده مؤسف جدا يعني وضع وضع يعني صعب جدا بقى يعني هياخد وقت كبير جدا 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 على ما انتهي لازم نتكاتف كلنا مع بعض لازم لازم نتكاتف كلنا مع بعض معانا واحد اولياء الامور سيد صلاح سيد صلاح يا سيد صلاح هلو يعني انت وقت التلفزيون بس يا سيد صلاح يقول تسمعني من التلفون سيمان يا سيد صلاح اي حضرتك طالب مدخلة معاك يا سيد صلاح اي questo صلاح لا اكلة معي Na goddess صلاح اه اه Audi صلاح اه ا SUPER حضرتك ولي امر العيب اي او يا فنبي اي او حضرتك كنت تتطالب مدخلة معايا ولم بلدوى عندي يا انا اريد الطا fungi اريد كتاتو اريد اريد ارحميلي كبير اسال تمام اس sock اه حضرتك روحت ايه باختبارات حضرتك روحت بإذنك ده اختباراتي يعني او كده يعني ولا ايه مش فاهم حضرتك عايز تودين نادي كبير حضرتك عايز تودين نادي كبير يعني نادي كويس يعني أولاً حضرتك مين يعني ألو ألو طب فقدنا الاتصال ما كان صلاح معلصي صلاح فإحنا بندور على حاجة معينة عايزين نشتغل فيها بس كلنا مع بعض ونتكتب كلنا مع بعض طبعاً في أكديمات بقى محترمة نتكلم عن الأكديمات المحترمة وندرك على المدربين المحترمين في مدربين المحترمين جداً في أندية مصر شغالين وعملوا إنجازات كويسة جداً وعملوا لعبة كويسة ده حقيقة وبيطاروا من اللعيب ده حقيقة واضحة يعني بس نادر يعني نادراً نادراً بتلاقي بقى واحد أو لتنين أو لتلاتة في أندية معينة وغير المجاملات برضو في المدربين اللي انت يبقى مدرب قدير جداً 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 وشاف شغله كويس قوي 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 هاي اللي امسك تطياروا من الحتة المعادة أو تمشي من نادي ومشي كويس جداً وعملوا الجازات كويسة جداً فكل ده علاقات ومحسوبيات مش هنخلص بقى من العلاقات والمحسوبيات مش هنخلص من الموضوع ده خلص؟ لا يا جماعة لا لا فيه مدربين كويس قوي فيه مدربين كويس قوي لازم نستعين بيهم ولازم نعمل حاجة للبلد دي أتمنى من ربنا ان احنا نعمل حاجة للبلد دي ومضمير ومدربين مصر ورجالة مصر وجيش مصر والبلد دي تستاهل كل خير مننا كلنا والله واشوفكم على خير الاسبوع الجاي مع عظيف جديد ومشوار نجم وحلقة جديدة ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله